اظهر عليك تظلي قاعدة ساكتة تفهمه؟ ما تقاطعيني وأنا بسولف بنا نخلص الفيديو مشان الله يعني بسولف معيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد وتليفوني قعب رين على طول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد وأخيراً رجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلة اسألني اللي في آخر حلقة قلتني ناوي أرجعها شهرية وبعدين شكلي نسيت الموضوع ستة أشهر صراحة سنة الواحد وعشرين تحفة بتجنن يعني الحمد لله رب العالمين على كل شيء ولكن هذه الأسئلة راح تكون كلها نأخذت من البوست اللي نزلناها على صفحة الكميونيتي على اليوتيوب وإذا بتتفرج على اليوتيوب راح تقدر إنك مباشرة تتنقل ما بين الأسئلة من السطر الموجود بالأسفل ورح أخلي في نهاية فقرة أسئلة كلها سريعة هيك بسموها rapid fire questions فروح يجيب كاس شاي بالعادة أنا من النوع اللي أسهب بالحديث كثيراً لما أتجاوب على الأسئلة فحلقة طويلة حبتين راح تكون ولكن بدون أي تأخير خلينا نبلش زجت من جهازك وهو بطلب منك تفعل رخصة ويندوز كل مرة بتشغله فيه؟ حل بسيط احصل على رخصة رسمية لويندوز 10 عن طريق متجر goodoffer24.com اللي راح تلاقي عنده رخص مش بس لويندوز 10 professional بل لأي نسخة ثانية أو حتى Microsoft Office وبتقدر الآن أنك تحصل على خصم بقيمة 30% لما تستخدم كود KBASHA30 عند صفحة تأكيد الشراء احصل على رخصتك الرسمية الآن بنخلال الرابط الموجود في صندوق الوصف ليش بتصور بالأبيض والأسود وبتستعمل برامج لتصحيح الألوان؟ ليش الفيديو ما بطلع من الكاميرا بالألوان من الأول؟ صديقي هي الألوان ليست أبيض وأسود اللي أنت هس قاعد تطلع عليه هذا اسمه Log ال Log هو بكل بساطة أنه بدل ما أنت تيجيها أي كاميرا عادية مثل كاميرات التجولات حتى الكاميرات ال DSLR والاحترافية برضو فيها وضعية نك تصور طبيعي خلص بدون ما أنت تضطر نك تعالج ألوانها بعدين هذا الشيء بيكون مبرمج مسبقا على أنه يستعمل ما يسمى بكونتينر هو معرف الكونتينر هذا اللي هو ملف MP4 MOV AVI بغض النظر إيش صيغة الملف نفسه هذا يسمى كونتينر اللي هو يستعمل كوداك مبرمجة في الكاميرا نفسها شو يعني هذا الكلام؟ الكوداك هذه هي اللي هي تترجم شو هي القيمة هاي إيش هذا البيكسل اللي هون؟ شو يعني قيمة اللون البني هذا؟ بناء على إيش بتتعرف؟ الألوان بالنسبة للكمبيوترات إلها عدة مقيس مختلفة إلها شيء اسمه REC 709 REC 2020 في أكثر من نوع لكيف تفسر اللون فلما أنا أصور Log أنا ما بخلي الكاميرا هي اللي تعرف اللون أنا اللي بعرف اللون أنا اللي بقول للكاميرا هاي السقف الأدنى وهي السقف الأعلى لقيم الألوان وبالتالي بعطي مدى ديناميكي أكثر أمر أعتقد بتلاحظوه بأغلب الفيديوهات عندي بالذات أنا بأحب الألوان الكونتراستي ما تسمى باللي فيها تباين شديد أنا من الناس اللي أعجب بهذا الشي في ناس بتصور على حي طبيضة وصلى الله بارك حلو لطيف وسيمبل ومنمل وأموره طيبة لكن أنا من النوع اللي بأحب الألوان أنا معجب جدا بالألوان ولهذا السبب بتلاقوا RGB بلاوي عندي بالمكتب وإنارات وديكورات كثير بعد مرور سنوات طويلة وأنت تعمل في مجال التقنية هل تعتقد أنك حققت كل ما تريد أم أنك في منتصف الطريق أو في بداية والله يشوف أكون صادق معك أولا وأخيرا أنا لا أنظر إلى الموضوع على أنه وظيفة بأسلوب أنه بدي أتقاعد بعد سنة أو سنتين أو خمسة أو عشرة أو عشرين أنا طالما أنا مستمتع باللي أنا بسويه برحظة للشغال الآن كل شيء بسهل علي أني أعمل وظيفتي وأنني أقدر أنجز أكثر وأنشئ محتوى بأساليب بتخليني أستمتع أكثر أحب أني أتطور وأكبر لأيله أو أوسع لأيله فأنا في عندي خطط في المستقبل أنه يكون في تحت باشا ميديا شخص خاص للأنيميشن شخص خاص للمنتير شخص خاص للكلور جريدينج شخص خاص للكواليتي أشورنس شخص خاص للسوشال ميديا شخص خاص للتصميم فحابة توسع بالموضوع صدقا من باب أنه لما تكون أنت ماسك كل شيء وأنت على رأس كل شيء موجود بتظل محدد سواء بوقتك بجهدك بطاقتك العقلية لأنه أولا وأخيرا على سبيل المثال شهر سبعة كان عندي التزامات عائلية كثيرة وبيحكم أني أنا القائم على رأس كل شيء وأنا الشخص مش أنا بس طوبة الأساس أنا كله طوبة اللي موجود في الشركة فإذا أنا مش موجود ما قدرت أني أعمل محتوى بالكم اللي أنا كن بديه وبالجود اللي أنا بديه لأنه ما كان عندي وقت كان عندي التزامات عائلية أشياء هون أشياء بتصير معي هون الحياة كلها يعني مشاغل فلا أزال يعني عندي نظرة بعيدة للموضوع ولكن يعني أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد أولا وأخيرا فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني فيه نية لأن يعمل أشياء كثير للأمام ولكن كله في وقته حلو لماذا تتم مهاجمتك بكثرة أنت تدفع مبالغ هائلة على الشحن والضرائب طيب ليه ما تشتري الأغراض من محلات محلية عشان توفر على نفسك المبالغ الهائلة في عدة أسباب لهالموضوع رقم واحد أولا المنتج نفسه قد لا يكون متوفر في السوق المحلي هذه نقطة رقم اثنين المنتج إن توفر محليا بيكون سعره مرتفع لسبب إنه في عندك شحن التاجر ضريبة الدولة جمارك الدولة كمان ضريبة للدولة وكمان ضريبة علي أنا لما أشتري ومن ثم بيكون في مربح التاجر التاجر مش شغال لله والوطني يعني ففي حالات كثيرة في منتجات لما أشتريها من أمريكا وأشحنها وأدفع عليها جمرك تكون أرخص لسه من لما أشتريها محليا ليس هذا الحال على كل شيء في بعض الأشياء اللي بجيبها محليا سواء لأنه القوانين الجمركية عندنا يعني عمرها 180 سنة ففي أشياء ممنوع أني أدخلها لازم أني أشتريها من تاجر جايبها وبيبيعها بخمس الأضعاف أو لازم ألف على 25 دقار حكومية عشان أفوت الشغلة مع أنها موجودة في السوق المحلي بس بعقليات متحجرة شوي فعدة أسباب من ضمنها عدم التوفر السعر المرتفع بالإضافة للتوفر المتأخر فأحيانا لما يطلع منتج التوفر بالمرحلة الأولى بروح لأمريكا على طول وبتأخذ فترة العملية لحد ما توصل للأسواق العربية قد تكون شهر شهرين ثلاث ست سبع شهر وفي برض الأحيان المنتج أصلا ما بينزل على الأسواق اللي عندنا بينزل فقط للأسواق الغربية مثل ما بتعرف كل شيء بعلم التقنية عم بتطور بسرعة معالج رامو شاشات إلا البطاريات السعات عم تزيد كل سنة ببطل هل راح نوصل لوقتي يصير فيه التليفون يقود أسبوع بدون شحن ولا هالشي مو مصلحة الشركات أنه يصير شوف يا صديقي الأكثر تطور قيع بصير في آخر عدة سنوات من ناحية البطاريات واستهلاك الطاقة بشكل عام هو في تقنية الشحن فانتقلنا من شيء الشحن كان 5 واط ل 10 واط ل 15 ومن ثم كوالكم وعدة شركات ثانية يبلش تطور بالـ QC أو Quick Charge من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 لحد ما صرنا الآن نشوف تقنياته بتشحن لغاية 60 و 65 واط وفي حالات قصوة بتوصل لـ 120 واط على نطاق آخر في عندك تطور طريقة الشحن بحيث أنه الشحن اللاسلكي أيضاً قاعد بتطور بشكل ممتاز جداً من أيام الثلاثة واط للخمسة واط للسبعة واط للـ 15 وحالياً قاعدين بنوصل لأشياء مثل الـ 60 والـ 65 واط هذا مستقبل قريب والتقنية موجودة تقنية بطاريات الخلايا نفسها من ناحية أنه ليثيوم إلى غرافين إلى أشياء أخرى هذا شيء بعيد الأمد لأنه يستعمل ويطور وينفق عليه مش من شركات ينفق عليه من حكومات لغاية تطوير أمور عسكرية وأمور استخدام دول ومن ثم بعدين بس ينصرفوا بس يزهقوا منه بيرموا للشركات الخاصة أو بيرخصوا باستخدامه للشركات الخاصة في بعض الأحيان بيكون الشركة الخاصة عندها القدرة أنها تستعملوا بس ممنوع ما بصير لأنه هذا الشيء مخصص إما للاستخدام عسكري أو لأمور يعني معقدة شوي لماذا أصحاب أغلب قنوات اليوتيوب لا تستخدم الأبعاد الجديدة للهواتف مثلك؟ كل واحد حرف موزو با ليش بطلت تسوي تجميعات اقتصادية صار محتواك موجه للأغنياء وشكراً شوف يا صديقي محتوائي ليس موجه للفقراء وفي نفس الوقت ليس موجه للأغنياء محتوائي موجه لمحبيء التقنية هذا الأساس في الموضوع نعم في كثير من الأشياء اللي أنا بستعرضها أشياء سعرها مرتفع نسبياً إما لعدم التوفر ومشكلة عالمية بصائرة أو يعني بيكون سعرها يعني مثلاً بتكون من فئة شوي الأحدث لأن ليش بتجه للفئات الأحدث والأشياء الجديدة لأنه الأشياء الجديدة هي التي تحمل كل المواصفات والميزات اللي بعدما يعني تطرح في المنتجات العالية بتبلش تنشال وتنحط في منتجات أرخص يعني قارئ البصمة اللي موجود على الجوال أبو الخمسة ريال هذا الشيء بلش على جوال من فئة عالية جداً كان سعره 600 دولار أيام ما كانت جوال سعره يعني أعلى واحد 250 دولار جوالات الفئة العالية هي التي طرحت بداية شاشات الفل أتش دي ومن ثم شاشات الكواد أتش دي ومن ثم شاشات الأوليد ومن ثم شاشات التسعين والستين والمئة وعشرين والأعلى من هيك من ناحية الهرتز ورفرش ريت فالشيء الفئة الرائدة مش بالضرورة أنه أنا لما أعمل فيديو عن لابتوب سعره 10 ألف دولار أنه بقول لك روحي اشتري لا أنا معجب في التقنية بقول لك شوف هذه التقنية أثناء جولة الستوديو تمنيت أشوف جهاز رياضة أو عدة حديد عشان صحتك عشان هذا استوديو مش جم تعرف تعيشه سبوع كامل بدون استخدام أي جهاز ذكي صراحة ما عندي أي مشكلة إطلاقاً كل إجازة بأخذها لما أخذ إجازة أنا والعائلة نطلع بعيد عن كل شيء له علاقة بالشغل لما أكون محتاج أني أفرغ مخي ما بطلع جوالي ما بأخذ معي لا لابتوب ولا كاميرا ولا أي شيء إطلاقاً بروح وبقعد هيك عدة أيام بكون ما إلي أي علاقة لا في شغل ولا بفتح إيميل ولا بفتح أي شيء يمكن فقط بستخدم الجوال لألتقاط صور كل فترة وفترة بس في إجازاتي ما بصيب أي شيء صدقاً نهائي ما هو حل رغبة التجديد الدائم لأجهزة حواسب أو هواتف لازم تفرق ما بين حب متابعة جديدة التقنية وحب امتلاك التقنية يعني أنا الآن على سبيل المثال الكاميرا اللي أنا بصور فيها في فئة أعلى تم طرحها لكن ما اشتريتها مش بحاجة اللابتوب اللي أنا بستعمله عمره الآن صار ثلاث سنوات ثلاث سنوات داخل في الثالث الآن ما في داعيني أغيره لأني مرتاح عليه جوالي يعني أنا قاعد ثلاث سنوات على جوال جوجل بيكسل 2XL يعني ما كان عندي رغبة يعني أغير لأني مرتاح على الجوال نعم كان فيه أكمل شغلة ناقصة أنا كنت حاب أن يكونوا موجودين فيه وحاليا أنا على الجهاز يعني صدقا لو ما كنت شغلي إني أراجع جوالات شريحتي ما رح تطلع منه بالمرة في هاي الحالة بالتحديد اللي هو الفولد هذا النسخة الثانية ولكن قريبا رح يصير فيه إشي جديد كم هي نسبة الربح تقريبا للشركة المصنية على الجوال الإجابة رح تعتمد تقريبا حسب شو الشركة فشركات من أمثال شاومي نسبة أو المارجن تاع الربح بيكون من 10 إلى 15 بالمية حسب الجوال وحسب الفئة وهذا الكلام ينطبق على كل الشركات الثانية هل تغيير أبعاد الصورة قبل الالتقاط من 3 إلى 4 إلى 16 إلى 9 يؤثر على وجودتها؟ بكل بساطة اللي بتسويه لما تغير من 3 إلى 4 إلى 16 إلى 9 إنك بتقص الصورة فقط بس أنت 3 إلى 4 هي الصورة الكاملة هي حساسة كله و16 إلى 9 هي أنه تنقص جزئية من الصورة وبيعطيك إياه بطريقة ديجيتال فقط لا غير هل رح يتغير نظام جمهورك الأردني برأيك؟ شو تقترح على شاب ما توفق بالدراسة اللي هو يحبها؟ مش فهم السؤال صراحة من ناحية إنه شو علاقة الدراسة بأي شي ثاني؟ يعني ليش الدراسة؟ ممتى الدراسة كانت بتحكم؟ يعني أغلب سائقين التكاسي وسائقين الأوبر اللي بعرفهم اللي خلص هندسة وخلص محاسبة من الجامعة مش قاعد بيشتغل بشهادته ولا ولا أنا في آخر عشر سنين من حياتي اشتغلت في شهادتي فممتى الشهادة بتأثر؟ إلا إذا أنك طبيب يعني هذي قصة ثانية ولكن عدا عنيك كل المصادر لتتعلم أي إشي ثاني في حياتك موجودة أذكى 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 ثلاث مبرمجين بيعرفهم ولا واحد فيهم دارس برمجة يعني فمم في عندك الآن أنت هذا الانترنت اللي موجود اليوم أنا بفترة مراهقتي هذا ما كان متوفر بهذا الأسلوب وبهاي الطريقة فالوقت اللي كنت أقعد على كمبيوتر مفصول عن الانترنت وأقضي تسع ساعات وأنا قاعد على كمبيوتر وأنا يعني في بدايات الكمبيوتر أول ما تعرفت على أجهزة الكمبيوتر هذا الشيء لو كنت عندي اللي عندي إياه اليوم الله يستر بس يعني كان فيه فرق شاسع اليوم كل شيء بدك إياه موجود أمامك حاب تتعلم بريمير تتعلم بلندر تتعلم 3D ماكس تتعلم جافا تتعلم سي بلس تتعلم بي أش بي كوكب مفتوح دروس بالآلاف من الساعات وناس بيحضروا محتوى بجودات مرعبة كورسات ومنصات مخصصة الكورسات المجانية والمدفوعة والتجربة ثلاث أشهر ولا ما بعرف يعني لا يوجد حجة عند أي شخص أي بني آدم إنه ما يتعلم شيء جديد إذا هو مهتم إنه يتعلم شيء جديد إلا إنه أنت مربط وما في خلاص ما في حدا بيجي بفكك ساعة زمن كل يوم تغدى وارجع عن ربط هاي حجة الوحيدة من وجهة نظري ما الفرق بين كيبورد بمئة دينار ومئتين دينار؟ مثل كل شيء في الحياة في عندك كيرف لا قديش بتحصل على قيمة مقابل ما أنت بتدفع لما تبلش من قيمة منخفضة العائد على مبلغ لإنت دفعته بيكون عالي لأنك أنت دافع على كيبورد 10 دولار كيبورد يؤدي وظيفة كيبورد هل يؤديها بطريقة خرافية؟ لا فلما تدفع خمسين دولار على كيبورد ايه حصلت على ميكانيكل سويتش نعم ممكن ما يكون تشيري مثلا براندد أو بيكون كيل مثلا أو شيء كوبي ولكن ميكانيكل وفيه إضاءة وشكله حلو ولطيف لكن تدفع كمان خمسين دولار جبت براند شيء مشهور معروف فيه له يعني ثقة وموجود في السوق ومن جودة أفضل تدفع مئتين دولار ايه بطل البودي بلاستيك تدفع خمسمائة دولار وفي الكبسات صاروا دبل بي بي تي كي شوت كوستوم ميد فونت إشي جميل تدفع ألف دولار بتبلش تدخل على الأشياء في دامبنينج في لوبريكيشن على كل سويتش في عندك السبرينجز اللي موجودة عند الأزرار بتكون صارت من فئة أعلى وفئة أثقل تدفع ألفين دولار واللي هو أمر ممكن تنصعك ولكن فيه ليم فيه كي بوردات بل فين دولار لكن كله هذا دخلت على كوكب الكستوم كي بورد ليه بتخبي اسم المساعد الشخصي الخاص بأمازون يا إلهي هذا السؤال شو نسأل خصوصا في فيديو جودة للستوديو كل مرة برضو في كل فيديو بصير فيه بلاقي طحش التعليقات على نفس المسألة بكل بساطة اللي بتابع إذا عنده مساعد شخصي في البيت يعني حيزهق حاله وهو قاعد يا أما بده يضطر يقوم ويفصل المايك عن المساعد الشخصي وبعدين بنساوه بالليل برجع بتذكر وبعد بالآخر بتجيني مس أبا من وراه ما هي الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بعد عملية الاختراق بإذن الله تعالى في عدة فيديوهات عن عدة مواضيع سويتها راح يكون كل هذا الكلام بإذن الله تعالى قادم قريبا اللي راح أوضح فيه كل شيء سويته وليش سويته وشو الهدف منه ليش ما تعمل مثلا أقوى جهاز تعدين أغلب القطاع عندك نقطتين واحد ما بدي أصب بنزين على النار لمولعة خلقة رقم اثنين تعديم بالنسبة ليلي أمر غير مجدي جربته لأسبوع وصفنت في الموضوع حتى مش مستاهل فيديو حاليا مش مجزي أبدا إني أحط عدة أربعة تلاف والخمس تلاف دولار علشان تطلع لي خمسة دولار في اليوم من هو الله الغني عنها أفضل طريقة لخفض حرارة اللابتوب أحسن شيء ممكنك تسويه هو أنك تفك الظهر تفك الكولر امسح المعجون الحراري وبدله بمعجون جديد أو اروح على شيء أكستريم كثير مثل الثيرمل جريزلي لكود متل شيء رائع جدا راح ترك له رابط معك عند السؤال في صندوق الوصف متى تفعل زر الانتساب؟ بإذن الله تعالى قريبا جدا جدا اللي بسويه حاليا هو أني بحضر شغلتين راح يكونوا حصريات للمنتسبين رقم واحد في بث شهري راح يكون موجود فقط للمنتسبين بث شهري عبارة عن برنامج فقرات فقرة منها تفاعل مباشر فقرة منها راح تكون ضيف فقرة منها راح تكون أخبار فقرة منها راح تكون تحديثات للقناة وكواليس فجهزت كل شيء يخص البرنامج والبث المباشر هذا لأنه هيكون يعني إلو 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 وغرافيكس خاصة فيه وشكل بإذن الله تعالى راح ينال إعجابكم راح يكون شيء جميل جدا وفيه كمان برنامج ثاني وشيء آخر بحضر له أنه يطلع مع الانتساب لأنه لما بدي أفعل الانتساب ما بدي إياك يعني تنتسب بدون ما تحصل على عائد من انتسابك بدي إياك عن جد مش بس والله فقط أنه تعليقك يصير يطلع دايما لفوق لا بدي أعطيك كمان أشياء حلوة ويكون أبني فيه مجتمع يعني لسه للناس اللي حابين يدعمه بشكل مباشر فعليا مش بس عن طريق أنك والله تعمل لايك على الفيديو أو أنك تطفي الأد بلوك على فيديوهاتي فإن شاء الله قريبا تقريبا جاهز وش الأشياء التقنية اللي شفتها مفيدة للقطة إذا فعليا فيه اهتمام إنه تشوفوا فيديو عن تقنية للقطة حكولي لأنه بصراحة صرت يعني شاري لها أكمن غلط فممكن نعمل فيديو عن أشياء لطيفة للقطة حكولي في قسم التعليقات إذا عن جاب بدكم هذا الشي إيش رأيك بالساعات الذكية بصفة عامة؟ وجهة نظري أنها مضية على المال ما عدا أن يكون عندك عذر رياضي وتسعين بالمية من من الحالات اللي أصلا كل السوق حول لإله هو أنه الساعة تسعين بالمية منها رياضة والباقي كله أشياء عادية ما في شيء شفته بأي ساعة ذكية حكاة واو لازم أشتري الساعة الذكية هاي أنا شخصية من الناس اللي لم يعد يؤمن بأنها هاي شيء يستحق الاقتناء أطلاقاً إلا في حالات خاصة هل تعتقد أن شركة أنتل هتقدر تستعيد السيطرة على سوق المعالجات ولا خلص الفجوة تتسع ومش هتعرف ترجع لمكانها ثاني؟ والله يشوف بناء على التسريبات وإن صدقة التسريبات والتي قد تكون مفبركي أو ما بعرف مدى صحتها قديش لكن الجيل القادم من معالجات أنتل شيء جداً واعد صراحتاً يعني كبنشماركس الأرقام والتسريبات اللي قاعد بتطلع عليها أمر مشجع نعم حتكون على سوكت جديدة وحتكون على ماذرابورد جديدة وحتكون على شبست جديدة لكن هيني موجود لما يتم أطلاقه بنختبر لكم إياه بإذن الله ليش جودة ستوريات لإنستا تبعك سيئة جداً والصوت كأنه مفصول عن الفيديو كلامك صحيح للأسف الجالكسي فولد في مشكلة ما بعرف إش هي بالضبط في تطبيق الإنستغرام لأنه الجهاز في عندك كاميرتين أماميات على الشاشة الداخلية والخارجية والكاميرات الخلفية لما أصور على الكاميرات الداخلية أو الأمامية دائماً بكون في عندي مشاكل عليه لكن بحب الجهاز لدرجة أني مش مستعد أشيل كمان جوال معه بس علشان أنزل ستوريات أنا من النوع اللي ما بشيل لجوال واحد ما بقتنع بفكرة أنه آه لازم أشيل جوالين أو ثلاث لا أحكي فاضي إذا كان الكورة i9 بكفي للمصممين فليش انتل حطت ال i9 أكستريم ونفس الكلام على رايزن عندها رايزن 9 فليش صنعوا نوع من المعالجات اسمه رايزن ترد رابر بكل بساطة لأنه كل المعالجات اللي بسموها المعالجات الطبيعية سواء الكورة i7 كورة i3 كورة i5 حتى الكورة i9 الـ LGA 1200 والأشياء الطبيعية الصغيرة مش الإكستريم محدودة بعدد PCIe lanes لأنه فيه كنترولر معين موجود عليها محدود بـ 24 إلى 28 حسب شو المعالج PCIe lane لما تيجي تحكي مثلا 24 PCIe lane كمبيوترك أول قطع راح رط فيها ليكرت شاشة أخذ 16x 16 مسرب من PCIe lanes 16-24 كداش بصرفي يعاني عليك ثمانية بدك تحط SSD NVMe خلينا نحكي واحد هاي أربعة كداش ضل عندك ضل عندك أربعة شو بدك تسوي فيهم الأربعة هذول كمانا NVMe SSD خلص يعطيك العافية وادع في عندك الـ Chipset الليها PCIe lanes مختلفة علشان أمور مثل USB controllers I.O اللي موجودة على نفس الماثر بورد الأكستريم نفس الكلام طبعا بروح إلى رايزن وفي حالة AMD وفي حالة Intel الأكستريم اللي هو أيضا نفس السبب اللي خلاني أروح أنا شخصيا مع Core i9 Extreme وحتعال لجهازين اللي عندي إنه بيأتي في حالة هذا الشيء العشرة عرف 920 980 XE يأتي مع دعم للـ 48 PCIe lane 48 طعف ولسه في حالة Threadrapper للرقم أعلى 128 lane تشبك أربع كروت شاشة وتسع NVMe SSDs وكرت نتورك تن جيجبت وتشبك Thunderbolt USB وتشبك expansion card ولسه لا يزال في عندك مجال إنه المعالج يقدر يفتح مسارب على كل هاي الأشياء مع بعض في نفس اللحظة هذا هو الفرق ما بين Extreme Platform وما بين ProSumer و Regular Consumer CPU متى بترجع تنزل محتوى بباقي قنواتك؟ آخ، ليش الأحراج هات يعني والله إنه بودي صدقاً أني أرجع يعني عارف في لحظة من اللحظات قلت أوكي أنا كل يوم بالليل بخصص ساعة أقعد وأسجلي هيك Gameplay ساعة زمن وبمنتجها هو بنزلها مثلاً مرة بالأسبوع لكن أنا من لما جبتها يعني PlayStation 5 شغلتها بجوز يمكن 10 ساعات من أول ما جبتها لها لأنه لسه أنا لا أزال مستني Horizon الجديدة تنزل عليها لكن عدا أن هيك ما بلعبش كثير في إن شاء الله خطة لأني أعمل أكمل شغلة جاي للموضوع بس ما بعرف متى يعني بخطط بس التنفيذ هو المشكلة لأنه ما عندي وقت هل من الممكن أنك تجرب الإنترنت الفضائي تاع إيلون موسك؟ جدتي عندها فرصة أفضل إنها تستورد درون لعندها لباب البيت من إنه أقدر أدخل اللاقط فقط تاع سبيس اكس أو تاع الإنترنت تاع إيلون موسك على الأردن ليش وقفت سلسلة قصص تقنية وهل من الممكن أنها ترجع من المستقبل؟ بكل صراحة لأنه كل حلقة أخذت ما يقارب العشر أيام من حياتي اللي ما أعمل أي شيء ثاني لأنه كل السلسلة إنها عملت أثناء الحظرة التام ولسه ما كان معي تصريح فكنت محبوس في البيت حرفياً فـ عشر أيام يعني عتعرف شو يعني ثلاث أيام بس قاعب بمنتج فقط مش قاعب بعمل في أي شيء ثاني بمنتج بتغدى بمنتج بتعشى بمنتج بنام بس يعني كم الشغل اللي راح في هاي السلسلة اللي كان هائل جداً هل من الممكن ترجع؟ ممكن ما تناوي تحدث واي فاي لستوديو إلى واي فاي سيكس؟ يا إلهي أنا فكرة أنا كثير نايت في هاي الأشياء المشكلة في إنه أحدث واي فاي لستوديو مع إنه أنا أنا قاعب بطلع على الراوترات اللي جاوهم على المش واي فاي اللي دفعت عليها فوق الألف دولار اللي لا يزال مجلتاً لليوم وإلوا قداش حنه بشهر ثمانية؟ إنه تسع عشهر في الكرتونة حتقرب تخلص كفالته هو لستاته في الكرتونة لأنه بماطل علشان كل لمبة انتوا شايفينها في المكتب وكل حساس وكل جهاز ذكي بحاجة لإعادة برمجة من أول وجديد علشان انقلgal واي فاي سيكس جهاز الوحيد اللي مستفيد من الموضوع هو هذا باجين كلهم لستاتهم شغالين على على 300 نيجابيث شو نوع الكفر اللي مستخدموا على جهاز XZ Fold 2 عندت أشخاص حقيقة تنسألوني عن هذا الموضوع سواء فيديو الأوبول اللي بسحب سحب هذا لأنه فرجيتكم الكفرات اللي أنا بستعملهم للأجهزة فهذا الكفر اللي حطوا على هو من سبيغن والكفر اللي حطوا على الفليب هو من شركة اللي هم الكفرات اللي بقدروا أنهم يطعجوا مع الجوال نفسه الآن الكفرات كلهم أنا معدل عليهم فهذا فيه عليهم مثلا تيرداون سكن من دي براند وهون فيه عندنا الديماسكس سكنز الجداد اللي أنتوا شايفينهم اللي على فكرة هذا بنفسه جي وهذا أخضر وأيضا حتى اللي على اللابتوب كمان إذا بعمل فوكس هون تعال 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 شايفين هذا الشيء أيضا سكن زي هدول اللي هم الديماسكس دروب جديدة تاعد دي براند شكلها صراحة جدا جدا جميل رفلكتف هيك وشي يلقط الأنظار فاللي أنا بعمله هو أني بحط الاسكن على الجوال على الكفر نفسه ليس فقط على الجوال يعني حتى لو أجي أفكلك ما بدي أفكه صراحة لأنه غلبي ما يفاكلك الفليب فأنا حاطت سكن على الكفر وحاطت سكن على الجوال فلما أرجع وأحط الجوال نفسه في الكفر أيضا عليه سكن مع أنه دي براند بتبيع كفرات عليها أو عندك القدرة بسهولة ناك تركب عليها سكن بس أجهزة الفولدابلز ما في لها كفرات عندهم أصلا ليش ما تظهر الموظفين الشغالين معاك أمام الكاميرا لعدة أسباب رقم واحد لأنه رغبة الموظف نفسه وكانت أنه مش حاب يطلع أمام الكاميرا مش راح أجبر أي بني آدم أنه يطلع أمام الكاميرا رقم اثنين لأنه لظروف عائلية وظروف خاصة فيه ما قدر أنه يستمر معي فالله يسر له أموره يعني يفتح بطريقه ويسر له رزق فأنا هيك رجعت كمان مرة سولو بشكل مئة بالمئة إيش هي أكثر تجميعة في القناة ستمتعت وإنت تجمعها وتركبها تجميعة الجايمينج اللي عملتها في كيس اللي أن لي أو 11 ديناميك أكس أل رائعة صراحة رائعة لدرجة أني كيس السبكتر حلو وجميل لكن مفكر أني أغيره وأرجع فيك التجميعة وركبها في اللي أن لي إنه رائع صراحة ما هو أكثر جهاز كامل في الفئة المتوسطة يعني أنت ذكرت لي معك 250 دينار فبقدر أقول لك روح ودور على جهاز جالاكسي أس 10 داك بسعر مناسب يستطيع تشغيل سماعات البرناميك DT390 Pro IFI IDSD Signature DAC تحفة ليش ما عملت براجعة على هواتف طلال أبو غزالة كل بساطة لأني ما حبيت أعيد الفيديو اللي عملته عن التلوحي لأنه نفس التجربة ما هو الجهاز الذي لا تستطيع الاستغناء عنه على الإطلاق لا أظن حقدر أشيل أي جوال ثاني في حياتي صراحة إلا إذا كان بطعج وبهيكم وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة من سلسلة اسألني إن شاء الله تكون أعجبتكم وكانت خفيفة ولطيفة عليكم إذا عندك وقت وحب أنك تستكشف حلقات أخرى من السلسلة لأنه في قبلها حلقات كثيرة وكل حلقة بتكون دسمة وفيها كم أسألة كبير راح يكون في رابط في صندوق الوصف لقامة التشغيل بالكامل إذا عندك وقت قل لفف فيها مش غلط هذا كان كل شي لها الفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا كان معكم صلاة حامد